سبليون تقلبوا على السبا من نرفزين سمد غير يدخلوا الفرنسيس تاومار جرام من نرفزين دبعا ما عندهم جزيرة الخضراء عطاتهم الحق يدخلوا هم قاسين في وجدة آلاف ديال الجنود قاسين في وجدة تعينوا نذكر بأنه واحد سيد سميتو بوحمراء راهو محتل المغرب الشرقي واحد سيد سميتو حمد الريسوني راهو في المغرب يعني في المغرب الشمالي الغربي في واحد المنطقة كبيرة واسعة ليحدش نذكر بأنه واحد الحركة بدت تظهر في صحراء هننخدوها بعين الاعتبار لأنه غيكون عنده تأثير خاصة مع الشيخ ماء العيني المغرب الشمالي ألف وتسعمائة وسبعة أعلاش قلت أنا في الحلقة السابقة بأنه واحد سنة محوارية واحد سنة مفصلية سبليون تقلبوا على السبب من رفزين ثم دغير يدخلوا الفرنسي ستو مرجعهم من رفزين لما عندهم جزيرة الخضراء أعطيتهم الحق يدخلوا أعطيتهم ألاف من الجنود أعطيتهم 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 كان طبيب فرنساوي اسمته موشان بحل كلينيك صغيرة يدوى فيها الناس الناس تلاحظوا بأنه طلع لفق السطح ودرش أولا سلوكا وحدايد طلعين ودر العالم دفرنسا العالم دفرنسا كيلي تقول دارو كيلي تقول مداروش المهم هادوك الحدايد قاشكين قلدا تتجسس تصرفت خبارنا الفرنسيس إما تصرفت القنصولية الفاس أو القنصولية الطنجة أو السفارة ديالهم في سبليون وسط هاد التوتر اللي موجود غادي يجيوشي وحدين يهجموا عليه باش يقولوا له هادو السلوكة زولهم وكدا 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 غادي وقعها نقاش غادي قتله إذا هاد طبيب موشان تقتل في مراكش شهر مارس تقريبا بعد أسبوع عشرية الفرنسيس غايدخل لوجده صافي ليوطي ديك سعب جنرال بقي مرجعش ماريشال على رأس واحد جنود فيالق طويلة فرنسية بالمدفعية وبمتريوزات مقاحل غايدخلوا غايدخلوا ويحتلوا وجده هالها درا اللي كانت والمؤتمر والديبلوماسية لو الضغوط ما بقاش دا برجعة القضية ديال القوة احنا الجيش ديالنا اللي تما احنا عارفينو طعيف من كلوش يواجه قوة بحال القوة الفرنسية داك المنطقة هاليا تقلو احتلوا وجده شهر يوليوز احنا ديزنا من مارس هاو ما دخلوا تما شهر يوليوز غاديترا واحد المشكي في الضرب بيضا فرنسيز وبرتقايز والانجليل وصباليون تيخدموا في الميناء دارين حال واحد ثلان صغير دارين في واحد الفاقون تيهزوا الحجار كبير تيجيبوه تيدفعوه تيوصلوه للميناء وتيقلبوه باش يديروه هذا كلمون اللي تيحفظ يعني من الامواج من الامواج تيحفظ من الامواج هادك 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 سكاد الحديد اللي غايد يوزوه باش يمشي للميناء غايدوس واحد المقابر غادي يعتبروا الناس بأن النصارة لدخول المقابر دلمسلمين غايبقى هادشي تي 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 تراكم من لين غادي جايد الخبار بأن إنّ ها هم ندخلو الوجدا البيضة غادي يهجمون على النصارة وبحال ليت إذا تيmasع الى التالية غادي هادك الناس المهم هادك النصارة لت هادك الكنصولية في فرنسا في الدار البيضاء ستصفت واحد البرقية لبواريج الحربية اللي وقفة ستقول لهم راهو ما قتلوهم يلا تفضلوا هالسبة ستجي البواريج قدام الدار البيضاء ويتبقى يومين ويتضرب في المدفع المدينة القديمة هرساتها قتلت بين 3000 الى 3500 ديلا مغاربة ونجلو الجيوش الجيوش اللولانين اللي نجلو نجو دي كوموندو نشاول القنصلية وضاروا بها وضاروا ميتريوزات في السطحان والشراجة باش يحميوها خوف من ردوا فعل ونزلوا ديك الساعة واحتلوا الدار البيضاء وقال شكاين قالوا نطلعوا للشاوية لأن الشاوية هي اللي كانت تصفت المقاتلين المهاجمين اللي تيهجموها إذا هاو ما دخلوا وش دا؟ هاو ما دخلوا في الدار البيضاء السبليون تحركوا التهوما بدوا يدخلوا التهوما في المنطقة الشمالية اللي هي تبعهم حسب الاتفاق اللي يتم فهاد 1907 كذلك شهر غشت مراكش غادي تتحرك وغد تعطيه البيعة لمنه اللي ملا يحفظ ملا يحفظ هو خاه ديه الملاعب العزيز هو اللي كان خليفة ديالو في مراكش كان من العادة ديال السلاطين نظر البلاد كبيرة واسعة تعين واحد خاه ولا ولدو في واحد المنطقة بعيدة خليفة ديالو تكون تهو عنده واحد واحد بروتوكول ديالو تعالج المشاكل بحال واحد بحال واحد بحال واحد تريد مركز لكي يكون مخزن قريب يسمع للناس يحلوا مشاكلتهم ما شيت الثلاثة عشرة تبدأ والحفيد بدأت تقريبا عام عام ونص من قبل هو تقول هادشي الله من عدم من قهر ما خسناش نخليو هاد الناس يفرضو علينا هادو كل أبناك ديال باريز راوما تيبيعو يشريو فينا الفرنسيس راوما ضغطين علينا يعني بدأت يوجد واحد الرأي العام للمقاومة في الهداية ديال الصيف من اللي نزلوا في من اللي نزلوا الفرنسيس في الدار البيضاء قالوا دي خسنا الجهاد كلمة الجهاد عند واحد الأمة إسلامية هي الدفاع هي الاحتفاظ على الشراف هي يعني الموت في سبيل الله هادو أول جهاد جهاد ضمن ضد نصارة نصارة في التفكير ديال هادين مئة وعشرين عام هما اللي ماشي مسلمين هما اللي كفار يعني الكفار نزلوا في بلاد ديال الإسلام فاعلن هو شنو؟ اعلن الجهاد ولكن أعطاه واحد الوعود فشي الجهاد صافي؟ لا قال أنا إلا كنت السلطان ما غنوافقش على الجزيرة الخضراء هادك شي الجزيرة الخضراء ما غنواقفش عليه إلا كنت أنا السلطان غادي نطرد نصارة من وجدة ونطردهم من دار البيضة ما كنت نرى واحد ما عادية الدرائي في دارها فكار في الترتيب ودك شي لدراخها ملعب العزيزي أنا غنزولها أنا ما نعود ندير شي حاجة احتندي واحد استشارة كبيرة يعني أعطى واحد الأمال يعني مثلا أنت يقولك أنا ما ندير واحد اتفاقية مع الأجانب حتى نأخذ الرأي ديال الناس هذه كانت واحد شيء جديد وقلنا الضرائب هذه كلها يعني الناس كانت تنتظروها بغينها بغربها مستعدين يلزبوا لديهم الضرائب وطردت هاد الأجنب دي وقدرتي واحد الوحدة ديال الصاف ومقتي البلاد وهذا شي كله فصاب واحد القابول كبير لكن ليوقع الهجوم على وجدة وعلى الضر البضاء سرعات الأحداث سرعات فبيعوا في مراكش سلطان السلطان ملا يحفظ بيعوا العلماء بيعوا القياد وخاصة القياد ديال الأطلس الكبير اللي كانوا صحاح وملي قبطين البلاد بحل القناوي بحل القندافي بحل العيادي هادوا بيعوا لأن انت تبايع هاد القبيلة وراء وراءها واحد أربعين ولا خمسين آلف ديال السكان وراء عندهم واحد آلف ولا آلف وخمسمائة ديال الفرصان بسلاح دياله مستعدين يدخلوا إذا بيعوا في مسجد كتوبية التاريخ المغري بصبح عنده السلطان في مراكش وعنده السلطان في فات وما تنساش السلطان ديال اللي قلس في بوحمارة اللي قلس في بوحمارة اللي قلس في بوحمارة سلوان اللي قلس في بوحمارة اللي قلس في بوحمارة اللي قلس في بوحمارة اللي قلس في بوحمارة من المغاربة تقسموا ووحدين معا امولة عبدالعزيز وعندهم الأسباب لها لا تنعطي الأمثلة دائماً بسلاح لأنها تنعف حوانتها وتنعف مداخي ديالها سلاح تقسمت العزيزيين والحافيضيين البشا كان عزيزي والقاضي كان حفيظي وكيف يتبعي القاضي وكيف يتبعي البشر هذا شيء سيطرع في جميع النحاء المغرب اللي مع ملاعب العزيز تقول لك السيد احنا بيعناه والبيعة دياله في العنق ديالنا وباش نزوله البيعة في الإسلام كانوا حد الشرط هاد الشرط ما موجوداش نعم الفرنسيس نعم ولكن دي قوات دولية غلبتنا كيفاش ما كالحال ما كيش لي غلبهم لأنه واحد العهد ديال الأمبريالية وديال الاستعماء وديال كده وديال كده هاده معامل اي عم العزيز فيهم علماء فيهم شرفاء فيهم قياد فيهم بشوات وكاللي معامل يحفظ تقول لك واصبر عم قال احنا نعينه شنو هاده واحد الشاب جاء غوة قل كان الجهاد غد يخرجهم غد يطردهم احنا معاه ايدا المغرب مقصود بين حافظيين وعزيزيين وانا احطيتك مثال ديال سلا القاضي حافظي والباشاء عزيزي ولعب العزيز غد يندهش معقول هو قلس في العاصمة تقولون انه النسر بيعو خاك في مراكش ورا القبائل الكبيرة كلنا قلسة تتبايعو فاشنو غد يدير قال يقول انا غمشي المراكش بش نقضي عليه خاصة وانا واحد العدد العلماء ديال فاس قالوا احنا ما نبايعوش ملاحبة لماذا نبايعوها؟ نفس الفكرة ديال باش تفسخ العقد البيعة عندها شروط وهذه الشروط ما نتوفراش اذا احنا معاه ملاعب العزيز الانسان من اللي تدير البيعة ما تيمكنوش يفسخها يجيب ويبدل هاد غير لا كانوا واحد الشروط وهذه الشروط غير متوفرة اذا هو ارتكز على هاد النسل مأيدينه مأيدينه جميع المدون جميع هاد وغايدين واحد محلة عسكر وغادي قرر ينشيل مراكش باش يقضي على على خاة تمامايا وعلى هادك الحركة اللي كينا تمامايا غادي اخد طريق ديك الساعة باش تمشي من فاس المراكش تسجيل العرباط وعات تمشي المراكش معناه هادا معناه انك ما عندكش امكانية باش تطلع فالأطلس وتهبط كانت صعيب ما كيش طرقان ما كيش كده وانتع تسجيل عشراناف خبستاش الآلف عشرين آلم فمريع الدازي استنفر يعني القياد والقبائل والبشاوات في المدون باش يوقع واحد الحشد باش يكون واحد المحلة يعني واحد القوة عسكرية اللي تمشي وتدخل حتى المراكش وتقضي على هادك القوات اللي مأي دخاها تمامايا لانه تعتبر نفسه واللي عنده الشرعية هدف واحد لوقت اللي المغرية بابدار احتلال دياله ها هو مش التت ها هو مفروض عليه هادشي عاود تزاد من الدخل مشاكل أخرى لا بد من تذكير هنا الأسباب اللي دفعت القلاوي أيض ملا يحفظ من بين الأسباب من بين الأسباب من بين الأسباب القلاوي قد نخصوله حلقة لأنه كان طبع تاريخ المغريب ويمكن عليه واحد ثلاثين والاربعين كتاب وكان نشيب السلطان في مراكش وكان نشيب السلطان في مراكش متفق معاك وكان أغنم السلطان أغنى رجل في مغريب وأنا كنت نعرف والده الله يرحمه أصي عبد السامد كنت نجتمع معها مرة كل سبت كنت نطلقه في درس محمد الشرقاوي ما يطوله وعمره وتدخل واحد الجلسة ممتعة ديال ديبلوماسية ديال مسائل سياسية مسائل أدبية مسائل علمية مسائل الدينية وكانت عبدالصادق تيحضر فيها وكان أحد الوجود يعني بالز فيها وعبدالصادق هو اللي يدفع أباه في ٥٥ باش يمشي يبايع محمد الخامس باش ينتهي ذا كان الخلاف اللي كان وأنا أرغبت ندير معاه جلسات خاصة درت معاه خمسات الجلسات كل الجلسة فيها ٣٤ ساعات وعود لي على المسائل اللي لم اكتبهاش في الكتاب دياله وده روح الكتاب على فباس ميته الأوبا ولكن عود لي أنا مسائل داخلية عائلية كيفاش كانت الحفالات كيفاش كانت تستقبل لنا شؤام الشخصيات وأنا كنتم كتبه ربما يمكن نقلف كتاب حول القلاوية لأن المعلومات اللي عندي قوية جداً أكتر من هكذا أعطاني الرسوم ديالصداق دبار وده كذا وده كذا يعني عندي واحد مجموعة ديالوسائق اللي ممكننا نستعمل فيها إذا الملاعب العزيز ردي خرج من فاس ريوصل للغباط ردي ياخد الناس ديالغباط ديال المثلاء اللي ردي أيدوه ري يدوز على زعير ردي ياخد ردي يدخل حتى غادي يوصل لين حتى غادي يوصل أم الربيع في أم الربيع هادوك الناس اللي دارين بيه الحكومة اللي معاها المستشارين دياله القياد ديال العسكر دياله غادي يوقع في داته بحال واحد خلاف هم مأيدينه ولكن خلاف على طريقة لإدارة شؤون المعركة القادمة كي اللي غادي يقولولون عن السيدي ما نقطعوش الواد طب احنا هنايا ما يكتب واحد ما قدر يهجمع علينا مخببين الواد فارقنا إلا جاشي واحد غا نشوفه ولا جاي يقطعه عراكين بعد القبائل عادي يجمعوا الناس اللي غا يصيفتوه منا باش نرجعوا قوة حقيقية باش ما نتهزموش الى لان هادوك را غادي يجيبوه الناقلاوه وغا يجيبوه القبائل اللي تمايه وعندهم القوة والنصحاح ومدربين الاخرين شنو غادي يقولوا له غادي يقولوا نعم سيدي باحد نتن توخروا وهذاك السيدة غا تيدير العراق را القبائل تيمشي يبايعو وذك شي تيكبر ما غادي يلا بقينا هنا يا غادي نجيب ونصيبوه الجانوب كله مشا معه فخص نم نضربوه محد الحديث باقي سخون هوا غادي ياخد واحد شوية جلقات يومية تلتة ايام اسبوعي فكار غادي يقول غادي ياخد بالرأي الناس اللي قالوا له غادي قطع أم ربيع غادي قطع أم ربيع ما بقاش عنده رجوع اذا غادي يزيد غادي يمشي حتى غادي يوصل تقريبا لرحامنا خمسين ستين كيلو متر بعيد على مراكش وغادي تقع المواجهة المواجهة غادي تكون قصيرة ولكن عنيفة بعد اولا واحد العدد ديال المتطوعين ديال القبيل اللي يمشوا معه غادي ينسحبوا قبل المعركة غادي ضعاف غادي يقع واحد طراب عنده واحد الوحدين غادي يقولوا الوشتي قلنا لك ما نقطعوش احنا دبا واحدين هنا كذا 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 غادي توقع المواجهة غادي ينهزم غادي يوصلوا الفرسان ديال القيد العيدي والقيد الجياء تقريبا تلعنده تلخيمة الملكية تلخيمة السلطانية وانا عندي هنا واحد شهادة دي اسدي محمد الشقاوي اسدي محمد الشقاوي كان جا عنده العيدي قايد العيدي تتغدا معا هاتش من بعض الاستقلال وعيب عليه قالوا شو ما عليكم السلطان الشريف امير المؤمنين تدخلوا له لخيمة دياله واخر غلبتوا بقاوا بعيدين ومعه الشريفات ومعه كذا ما يمكنش تطرع له تقول لي اسم محمد الشقاوي القيد العيدي رجع بيض وقال له بواحد النرفزة جيب لي القرآن جيب لي المسحاف قال له شقاوي جا عش المسحاف أنا سنقول لك قال له والله حتى جيب لي المسحاف قال لي نط ونجب المسحاف ونزلت له دار يدي على المسحاف وقال اقسمي بالله العظيم مدخلنا للخيمة دياله ومواله اللي قربنا لها دورنا وجهنا وخليناه يمشي هو الشريفات ونسلي معه معنى انه رغم انهم هزموه ما ما بغاوش يديرو له واحد نوع من الإدلال او يا بطول الحاضد خلو له واحد نوع من الكرامات تغلبتيه صاف يغلبناك ونسير بحالك انشاء قطع الواد هذا الواد هو أم الربيع اللي كان عليه المشكلة قطعوه لا لا قطعوه من جديد اخداو الفرنسيس فطريق كأنه من اللي تفرقت هذا وقع الفوضى تغلب الفوضى جريعليا جريعليك شي تقتل شي يمات شي تجرح شي تيبغي ياخد شي حاجة شي تيبغي يسرق شي حاجة شي تيبغي يمشي لهات الجي اخداوه ودخلوه للدار البيضاء انتهى ملاعب العزيز من الدار البيضاء بعد واحد شهر ونزل شهرين غايتديه لطانجا وغادي يستقر في طانجا استقرار نهائي ديالو في طانجا اللي غادي يكتب عليه باش نديروه واحد شخصي يعودها في هذا هو والتير هاريس والتير هاريس الفيلا ديالو الان راه فطريق البحر في طانجا ردوها بحال متحف 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 رجعت متحف شكون هو هاد هاريس هاد هاريس جال المغرب تيقلب على شي خدمات تهوى صح من بعد غادي يرجع صحفي ولكن مجيئة ديالو اللوله مكانش صحفي ولكن غادي يكتب فاهم غادي يكتب تايمز البريطانية وغاي يكون عنده تأثير وغايمشي الفاس ويتعرف مع ملاي عبدالعزيز وغادي يستقبلوه ويأكل عنده ويحكيلو وغادي يجي عند ملاي عبدالفاس وغادي يحكيلو ويضير معاه استجواب يتنشر في تايمز وهو اللي غادي يخطفو ريسون اللي قلناه وغادي يطلق الصراحة ديالو بعد واحد عبدال المفاوضات علاش ذكرته الان؟ ذكرته الان لأن خلاه واحد الكتاب مزيان تيهدر على ملاي عبدالعزيز في المنفى في طانجا وتيهدر من بعد على ملاي عبدالفاس في طانجا غايمشي يتعشى عندهم ويتغدا عندهم ويقولنا كيفاش كانوا من ناحية دعم النفسية من ناحية السلطان اللي كان سلطان ما بقى السلطان را واحد العدد العوامل كيفاش كانوا تفكروا في الأحداث اللي كانت في المغرب كيفاش تفسروا بعض القرارات اللي اخدوها من اللي كانوا بقين في الحكم هادا هادا يعني من الكتوبات الجيدين اللي تعطونا الشهادات على هادا 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 الفتراء المعينة نبدوها مولاي عبدالزيزة تغلب طريقة اشتحات المن مولاي حفظ مولاي حفظ غادي يجمعها هادو قالا أور دعارة عندك القلاوي والمتوغي ماشي القندافي المتوغي هذا قيد كبير والعيادي القندافي سيديه واحد السياسة ديال خطوة تراجع خاف ملاعب العزيزي يمشي ينتصر يشدق خسر كل شي فتحايل وارجع اللور قال أنا بحال ما غن تاخدش قرار الآن اللي غد ينتصر عدنا غنمشي عنده الله ينصر من صبح أمثلال المغربية وشكرا على التذكير بها مولا يحفظ غادي قولوا له راب الزاف ديال العلماء قال القاسيدين ما يبايعوكش لأن البيعات دياله ما عند ملاعب العزيز البيعات ديال العلماء مد مراك شي عنده ولكن يخصو البيعات ديال التطوان وديال طانجا وديال مكناس وديال وديال فاس وحاصة فاس فغادي يجمع الجيش دياله فيه قلاوا فيه العيادي ورحمنا فيه المتوقي بارابيرا ديال الأطلس وغادي تمجي الفاس بحال أخر كان ماشي عنده باش يقبطوه في مراكش هدا را هو نحاه ما بقاش هوا غادي يجي الفاس غادي يخرج من مراكش من بدائيا بين مراك شو فاس يلا مشي تهيب شوية عندك بين ثلاثة الاسابيع الى الاربعات الاسابيع لانا تزمشي ثلاثة واربعين كيلومتر في المارك ترتاح وكذا ترتاح والخيل والبهايم غادي يمشي غادي يلفاس غادي يوصل لان الواد هاد الواد أمر بيع الواد أمر بيع ما غادي قطعوش كأنه عاود الناس اللي ذايرين بيع عندهم رؤى مختلفة كي لغا يقولون عما سيدي دبحنا شوية راوصلو لنصارة عندك كون احنا ديزي يمشي قبطونا نصارة وما تعرف رأى الاتقة فيهم الكفار ما تنتقوش فيهم قرب شوية حتى نعرفو شنو كاين وتتضحننا الأمور واحد الخيل يقولوا لا غادي يمشي والفاسد غياء عندك هادوك اللي يبغاوا مولي عجل الزيز كده كده يديروشي طورة ولا يديرونا شي مشكلة ولا يجيبوشي واحد أخر يردوه واحد من الخوت كرامه موجودين يردوه ونحنا بقين في طريق مجين ملاحفيد كان أولا عالم وكان شاعر وكان يعشق الملحون وعنده قصائد دياله ديال الملحون وكان قوي وكان قوي وكان خطيب عنده الأسلوب ديال الخطابة وديال الإقناع فابقت قريبا تلت شهور ونس هو قيلس في الطريق مقطعش الواد تلت شهور ونس هو قيلس تلت شهور ونس هو قيلس في ذاك الجيهة ونس فاستي قولوا فين هو السلطان فين هي الحكومة شكو اللي غا يهضر مع الفرنسيس شكو اللي غا يحرر البلاد هاد السيدراء غا قدمنا واحد كيفاش بالطريقة ديال اليوم بحال يقدمنا واحد المشروع الانتخابي بحال واحد الرئيس ديال الجمهورية غا يقول لك أنا تنوعدكم كده وكده وكده وفين هو هاد الواد؟ هلاش باقيت ما حصل في الواد؟ ما عارش يقطع الواد هاد هي السؤال اللي غا نخليهم تروح الان واللي غا نجاوبوا عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة